يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم اتنين الساعة 7 بالدقيقة أصبط ساعتك علينا كل أسبوع بنحاول نفكر أنا وكل فريق العمل الموضوع اللي تعبنا في حياتنا الموضوع اللي شاغل كل ست وكل راجل الموضوع اللي تاعب كل أم وكل أب وبصراحة من خلال الموضوعات اللي احنا بنقشها معاكم كل أسبوع بنحاول بنحاول على قد ما بنقدر إن احنا نفتح لكم سكة معينة نديكم كده ضوء كده كشاف كده على تركة بسيطة ممكن من خلالها يغير حياتكم ممكن من خلالها يفتح لك مدارك جديدة في عقلك كده وانت بتربيه ابنك ممكن من خلالها فجأة تحس إن انت مش طول الوقت صح لا ده في حتة تصدقه صح أنا طلعت فيها غلط فدايما في كل حلقة بنبقى حارسين جدا إن احنا نروح على طول الموضوع ونبقى بنموت نفسنا عشان نديكم المعلومة الصح والخلاصة الحكاية النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل بيوت كتير بيوت كتير ايه؟ 99% من البيوت شاغل كل راجل وكل ست كل أب وكل أم يعني أكيد مدام أب وأم وراجل وست يبقى هنتكلم عن الولادة النهاردة أنا عارفة إن التربية دي حاجة صعبة جدا عارفة عارفة ومجربة التربية دي حاجة صعبة عارفين كده بالزبط اللي يقولك إيه؟ السهل الممتنع يعني إنت شايف قدامك البحر وإنت بتعرف تعوم بس إنت لو ما نزلتش في المكان ده لو طولت قدامك شوية بغشاوة بغشامة يعني ولا غشيم وبعدم تفكير من العقل ممكن تغرق البحر أوه جميل والموك جميل وراحة نفسية وحاجة جميلة بس لازم أعرف أنا نازل في أني مكان في البحر ممكن أنزل في الحيطة اللي فيها روش روش تطلع تكلني بالزبط كده التربية تربية حاجة جميلة ونعمة من عند ربنا ورز ناس كتير قوي بتتمنى فأكيد بنحمد ربنا على النعمة الكبيرة دي من أكبر النعمة اللي ربنا بيدهنا لكن النعمة دي لو أنا ما حفزتش عليها وكبرتها بميورد الله وبتقالدنا وبقصلنا وبدنا النعمة دي ممكن تتقلب علي تبقى جحيم وتتقلب من نعمة لنقمة إيه دا؟ يعني أنا ممكن عيالي يبقوا جحيم بالنسبة لي اللي انت بتقوليه دا يا إيمان يا مختار آه عيالكو على فكرة وفي دلنا حتى بيقول كده ممكن عيالنا تبقى بسبب شقانة في الدنيا طب إزاي أخلي ولادي من سبب شقاية في الدنيا؟ إن إحنا نربيهم صح إن إحنا نربيهم صح طب وإنت بقى هتفتي طب ما إحنا بنربي ولادنا صح على فكرة أنا أم زيكم فأنا بتكلم معاكم النهار دا بكلمكم وبكلم نفسي آه فيه ناس بتسأل تقولك طب هل تربية البنت غير تربية الولد؟ يعني في زمان الأسر المصرية زمان كان يقولك يتخلي في الوقت إرميه في الشارع ومش يحصل له حاجة دا راجل دلوقتي لا اختلف دلوقتي لا لما بتدت الشباب تبقى دخلت في الإدمان وبتدمر عائلة كاملة شاب واحد يبقى وحيد أمه وأبوه يتوفى بسبب الإدمان فما نقدرش نقول إن أنا أخلف راجل إرميه في الشارع لا هيتلموا عليه أصدقاء السوق والفلوس الكتير فجأة يبقى أنا بربي مدمن في بيتي هو بيموت وإحنا بنموت جنبه هو بيموت وإحنا بنموت جنبه وإحنا عملنا حلقة على الإدمان قبل كده فيه حكا أنا شفته قد إيه الموضوع صعب قد إيه مش هو المريض بس اللي بيبقى يا حبيبي ده مريض لا دي الأم بتموت كل يوم جنب ابنها المدمن الأب نفس الحكاية بيبيع فلوسهم بيبيعوا كل اللي عندهم بسبب ابنهم عشان يعالجوه والولد بيطلع بيسرق أمه بيسرق أبوه ممكن في الآخر يعني مش عايز أدخل قوي في الحاجات اللي ده ما نتقيل بس بنشوف جرائم قتل الولد موت أمه عشان مريضيش تديره فلوس يروح يجيب بي مخدرات طيب ده معنى إن الشاب نرجع بقى اللي هي الأفكار القديمة إن أنا أخلي فلد ربيه في الشرع لا طب والبنت يا إيمان البنت آه البنت طبعا ده عرض بنتي فطبعا محتاج رعاية وتربية وإن أنا أحاوط عليها وإن أنا أجري أشوف بتكلم مين على فكرة البنت ببوز بنت والولد يبوز ولد يعني ما تطمنش قوي مع بنت أنت متها قوي وشايفة كده علامات كتير وأقول إيه أصلها بنت يعني بتاع مش حاجة غلط ما بتروحش في حتة ما بتخرجش البنت ببوز بنت ده يخلينا نرجع للموضوعنا إن ولدنا إحنا اللي بيربيهم ولا لما بيكبروا هم اللي بيربونا الموضوع صعب قوي حقيقي الموضوع مسهل خالص خاصة ونحط عشرين خط عشرين خط كبير وأحمر كده تحت السوشيال ميديا إحنا عايشين في عصر السوشيال ميديا تليفون ولدنا في إيديهم كده ما بيتحركش يعني التليفون عليه كل وسائل وشبكات السوشيال ميديا أنا أقول ما تلبسيش ده تفتح التليفون تلاقي البنات كلها اللي بسنها لابسها وبطنها باينها ورجليها وشعرها ما عافش معمول بطرق غريبة ونكشى شعرها أنا أقول لإبني لا 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 إيه اللي أنت اللابسه ده ده بناتي قوي مش تسترجل كده تبقى لابس لبس كده فيه رجالة لا إيه ده ما هو الولاد كلهم لابسين لبس اللي واقع منهم واللي مقطع واللي عامنين موضات غريبة فالسوشيال ميديا أنا بربي هي بتخترق البيت سوشيال ميديا دي اختراق اختراق أنا مش قادرة أوقفها ما فيش أم قادرة توقف الموبايل اللي في إيد ولادنا طيب يبقى الموضوع التربية ده موضوع كبير أو واسع أو فيه تفاصيل كتير أو هنعرفه النهاردة ترجمة نانسي قنقر